نعم تطبير عبادة لما لا يكون عبادة هو يقصد إسالة الدم من الرأس هذه سنة نبوية ثابتة عند كل فرق المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله قال للمسلمين موصيا عليكم بالمغيثة وفي لفظ آخر عليكم بالمنقذة فقيل له ما هي يا رسول الله قال الحجامة على الرأس على شبر من طرف الأنف وفتر ما بين الحاجبين فيقع ذلك على مقدم الرأس الثلث الأول من الرأس تقريبا أعلى الرأس تحسب هكذا شبر أو تحسب فتر هذا الفتر والنبي كان يفعل ذلك مرتين في السنة يسيل الدم من رأسه وهذا طبيا مفيد طبيا هذا الأمر فيه نفع لصحة دماغ الإنسان لأنه يخرج الدم الفاسد من الرأس هذه سنة نبوية سنة الحجامة فكيف لا تكون عبادة هذه قاعدة عند كل المسلمين أن كل ما يقوم به النبي صلى الله عليه وآله حتى من المسنونات والمستحبات هي ماذا؟ عبادة هذه عبادة غاية ما هناك أن الشيعة تخيروا أن يقوموا بها في يوم العاشر من محرم يوم عاشراء حتى يحيوا بذلك أمر أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام ويستذكرون آلامه لا مانع من ذلك شرعا الإنسان يستطيع أن يضبر في أي يوم من أيام السنة بقصد الحجامة فإذا تخير أن يكون هذا اليوم يوما معينا وهو يوم العاشر استذكارا لآلام سيد شباب أهل الجنة صلوات الله عليه لا مانع من ذلك أنت بحاجة إلى دليل تبرزه في نفيك العبادة عن هذه الممارسة أنت بحاجة إلى دليل لا يجوز أن يترك الأمر للأهواء أنا ذكرت لكم سابقا أنني قرأت لأكاديمي ألماني نسيت شنو اسمه دراسة موسعة حول الإسلام وكان يقول في ختامها أني يعني هذه الدراسة كانت مشورة في إحدى الصحف الكويتية على حلقات ففي ختامها كان يقول أني معجب بكل تعاليم الإسلام لكنني مع ذلك لا أسلم بسبب شيء واحد لا أراه مقبولا عندي وهو الحج الحج أراه ممارسة همجية متخلفة حسب دعواه ما معنى أنه جماعات ملايين من المسلمين يذهبون ويتجردون من ثيابهم إلا من قطعتين ويزدحمون كل هذا الزحام ويدورون حول بناية من أربع جدران وثم يذهبون ويهرولون ويذهبون إلى أمكنة معينة يصيحون فيها ويرمون يعني جمرات صخور كبيرة يرمونها ويزعمون أن الشيطان هناك يرمونها بسبع حصيات وبعد ذلك يذبحون ملايين الخراف التي تذهب هكذا أين حقوق الإنسان أين حقوق الحيوان يستبشع ذلك يرى أن هذه الممارسة يعني ممارسة هو حسب دعواه جاهلية وتافهة وسخيفة وليس لها مغزى يعني ليس لها معنى يعني لا يريد لماذا جعل هواه حاكما على الشريعة أنت يا أخي تصنع نفس الصينية مع الأسف الشديد أنت ترى هذا المنظر منظر الدماء وأنه ناس أخرجت الدماء من رؤوسها وكذا فتستبشعه لماذا هواك تجعل هواك حاكما على الشريعة طيب ألا تستحي يا أخي إذا كان رسول الله يفعل هذا يعني رسول الله حين يضرب رأسه بالسيف ويسيل دمه ويسيل الدم على وجه الشريف وعلى ثيابه وكان يفعله وهو ثابت عندكم الحجامة التي تسمى المغيثة أو المنقذة ثابتة حتى في مصادركم ورسول الله يفعل هذا الفعل ثم يذهب ويغتسل ماذا حصل يعني يعني هذه بشاعة رسول الله يفعل شيئا بشعا والعياذ بالله لا غاية ما هناك لأنه اختص به شيعة أهل البيت عليه الصلاة والسلام فبشع لا أكثر من هذا وإلا هو في الأصل سنة نبوية سليمة طاهرة من أجمل ما يكون وما جربها أحد إلا وراء البركات في الدنيا قبل الآخر فلا ينبغي أن نجعل هوانا حاكما على الشريعة وإلا صرنا كبعض الغربيين الذين لا يتعجبهم بعض تفاصيل شريعتنا فلا يسلمون يقول لك شيء للحاج أنا أسلم شنو هو بكيفك واحد آخر يقول يستهزئ بالصلاة واحد ثالث يستهزئ بالصوم واحد ما أدري يستهزئ بالحجاب الحجاب تعال شوف عندهم كثير من الغربيين الحجاب رمز لعبودية المرأة عبوديتها للرجل هكذا يقولون ورمز لإضطهاد المرأة ورمز للريبة في المرأة وأنه شنو هذا يعني تخلف وإلى آخره وجور على المرأة خلو المرأة متحررة والمهم طهارة الروح لا طهارة الشكل واللباس إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى أشكالكم وصوركم الحجاب حجاب الروح يقول لك كلمات الحجد مصفت هذا أنه حجاب حجاب الروح مو كل إمرأة محجبة شريفة ولكل إمرأة سافرة مو شريفة ومن هذا الكلام صحيح له ألا من هذا الكلام نفس منطق صدام ذكر صدام والماجدات لما يلتقي بالماجدات يحجيها الحجي هذا مثلا يعني زين الحجي سخيفة هذا خلص شريعة جاءت نحتكم للشريعة ته الشريعة هي جاءت من الله عز وجل الله عز وجل أعرف بالمصالح والمفاسد سلامشة